أبدأ مع حضراتكم بالسوبر المصري للأبطال السوبر أو بطولة السوبر اتعودنا دايما أنها بتكون مواجهة بين فرقتين بين بطل الدوري وبطل الكاس في شكلها الجديد وده بعد ما أعلن اتحاد الكرة المصري وشركة بريزنتيشن عن تجديد الشراكة مع مجلس أبو ظبي نحن نتكلم على ست نسخ قبل كده لبطولة السوبر أقيمت في الإمارات وتم تجديد الشراكة عشان يستمر العرض في أبو ظبي لمدة أربع نسخ قادمة نتكلم على شكل جديد للبطولة وعلى قواعد جديدة تدي الأحقية لفرق في المشاركة في النسخة الجديدة أو في الشكل الجديد اللي كانت مقتصرة على بطل دوري وبطل كاس هتصبح النسخة الجديدة أو الشكل الجديد لبطولة السوبر المصري الأبطال بمشاركة أربع فرق وطبعا حقيقة يمكن يعني أعتقد أنه خلينا متفقين أنه الصورة اللي ظهر عليها السوبر المصري في السنوات الأخيرة كانت صورة مبهجة وكانت مباراة احتفالية بصرف نظر عن مين ممكن يكونوا أطرافها لكن على المستوى التنظيمي على المستوى البس التلفزيوني على مستوى الحضوري الجماهيري الحقيقة بيبقى كارنفال افتقدناه لسنين طويلة جدا وأعتقد أنه الإمارات قدمت الحقيقة نسخة أو نسخ رائعة من البطولة نتمنى إن شاء الله طبعا وكلنا ثقة في أشقاءنا الإماراتيين الحقيقة لما بيصدفوا أي حدث رياضي ومجلس أبو ظبي رياضي الحقيقة بيكون على قدر عالي جدا من الحرفية والحقيقة بيقدم القصة كلها من بدايتها لآخرها لنهايتها بشكل أكتر من رائع طيب الحقيقة سيد حامد العوني الأمين العام المجلس أبو ظبي رياضي قال إنه واحد من أهم البطولات اللي إحنا حارسين جدا على تنظيمها واستضافتها هي بطولة السوبر المصري وخصوصا بعد ما دخلت فيه شكل أو فيه موديل جديد يمكن تطبق وشفناه إحنا ناس تتفرق على دوريات أو على بطولات كتير في الدور الأوروبية شافوا إنه حتى السوبر الأسباني مثلا اللي تم استضافته في السعودية بقى برضو بمشاركة أربع فرق فوضح إنه الموديل الجديد لبطولة السوبر هيتخطى فكرة البطل الدوري أو مواجهة بطل الدوري مع بطل الكاس طيب مين اللي يحق لي المشاركة في البطولة؟ زي ما بتقول أو زي ما تم تحديد نظام البطولة دي واحد بطل الدوري المصري اتنين بطل الكاس ثلاثة بطل كاس الربطة المصرية ومعهم وصيف الدوري تمام؟ في حال حقق بطل الدوري بطولة الكاس يشارك وصيف الكاس معاه وفي حال حقق بطل الكاس بطولة كاس أو لقب كاس الربطة يشارك معاه أيضا وصيف الكاس في حال تكرار نفس الفرق في البطولة بالطريقة اللي تم ذكرها يشارك تالت الدوري على المعايير دي حساباتي كانت كلقاتي بما إنه همتكلم عن النسخة اللي جاية من البطولة فبالتالي ملناش علاقة بكاس مصر اللي الأهلي فاز فيه عند داخلها مبارح وهيقابل المصري فيه يوم الخميس اللي جاي البطولة دي هتستمر للموسم اللي جاي وبالتالي بطل آخر نسخة لكاس مصر هو النادي الأهلي طيب بطل الدوري الحالي هو النادي الأهلي وصيف الدوري وصيف الكاس هو نادي بيراملز بطل كاس الرابطة هو سيراميكا كليوباتر طيب دول الثلاث بطولات اللي تلعبوا أو اللي خلصوا الموسم ده يبقى الأهلي طبيعي جداً هيشارك بصفته بطل الدوري وطبيعي جداً يكون معاه بيراملز وصيف كاس أو وصيف دوري وسيراميكا ليه طبعاً حقية التأهل بشكل مباشر يبقى كبطل لكاس الرابطة يبقى ده ثالث الفرق اللي هتشارك في البطولة الرابع فرق اللي مفترض أنه يتشارك في البطولة على حسب النظام اللي قلته لحضراتكم دولتي هو فيوتشر اعتقد كده يعني فيوتشر هو المفترض أنه يشارك في النسخة اللي جاية من بطولة كاس السوبر للأبطار على كل أحوال هنشوف طبعاً وانتبع مع حضراتكم بتدخل حسابات كتيرة جداً حسابات جماهرية طبعاً أي قائم على تنظيم بطولة يهم جداً نجاحها على المستوى الجماهيري ده معناه أكتر عقود رعاية أكبر معناه أكتر حقوقه بس تليفزيوني أكبر يعني طبعاً قصة حسابات وقصة بيزنس في الأول والآخر لكن نتمنى إن شاء الله أن البطولة في شكلها جديد يكون على رغم أننا مش في حاجة خالص عدد مباريات زيادة كده مفترض بدل ما تلعب المباراة دي أو اللقب ده أو البطولة دي من مباراة واحدة هتلعب فيها على أقل تلات مباراة لكن في جميع الأحوال نتمنى التوفيق طبعاً لأشقاءنا فيها الإمارات اللي هيقوم على تنظيم الشكل الجديد لبطولة لمدة أربع مواسم قدامة من النهاردة الأهلي بيبدأ رحلة استعداده لمواجهة المصر إن شاء الله اللي هيكون تحت قيادة فنية جديدة بتتأولى المسئولية هي طبعاً قيادة الفنية لكابتن علي مهر يمكن كان فيه مباراة قريب جداً آخر محطة للأهلي في بطولة الدوري كانت في مواجهة المصري وبالتالي أوراق الفرقتين مكشوفة بشكل كبير المتغير الوحيد هو المدير الفني للنادي المصري اللي هو كابتن علي مهر واللي طبعاً شفناه أعتقد مرحلة كانت نجحة وأثبت نفسه كواحد من المدير الفنيين المميزين مع فيوتشر لكن مع المصري قصة غير بداية مشوار يهمه بشكل كبير جداً أنه يحفظ على أمل فريقه في البطولة يهمه جداً في مواجهة اللي يدي الأهلي أن يقول أنه مدير فني وأنه تجربة فيوتشر ما كانتش استثناء يهمه جداً 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 يقدم أوراق اعتماده اللي جمهير الكرة في بورسعيد نتمنى التوفيق طبعاً لفرقتنا وأعتقد أنه مباراة هتكون صعبة جداً سيناريو هيكون مختلف تماماً تماماً عن مباراة الدوري أو ختام الدوري المصري في الموسم الحالي طيب مين ممكن يكون برى الحسابات واحد طبعاً أنت بتتكلم على أنه عبد المنعم وياسر إبراهيم أنا في تقديري أنه فرصه ممكن تكون ضعيف عبد المنعم أعتقد فيه يعني كارتة أحمر فيه نهائي الكاس أعتقد هيمنعه من المشاركة فيه اللي قف كان ثلاث ماتشاط فبالتالي عبد المنعم برى الحسابات ياسر يمكن بيعاني من إجهاد شوية فيه العضلة الخلفية ومحمد شريف موقف إصابته يمكن يكون بشكل كبير جداً يخليه برر برضو الحسابات فيه مباراة المصري لكن في جميع الأحوال الأهل أقدم مباراة كواسا قدام الداخلية مباراة 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 وأنا بتفرج عليها الحقيقة شايف أنها ملخص لكورة الأهل الموسم ده يعني فكرة أنك أنت تقدر تفرد أسلوبك لأكبر وقت ممكن من 90 دقيقة فكرة أنك أنت تقدر تكون مصدر خطورة على الفريق اللي بينفسك وتقدر توصل للمرمع بمنتهى السهولة فكرة أنك أنت تقدر تكون متنوع جداً في خلقك للفرص والهجمات من على الأطراف من على العمق القادمون من الخلف مبلح كله شارك في إضاءة كارنفال من الأهداف يعني باستثناء الهدفين أعتقد إيه إحنا لو وفقنا في نص الفرص اللي جات لنا فمقاطش الداخلية مباراة كان الأهل يسجل سكور كبير جداً لكن الحقيقة يمكن اللمسة الأخيرة لها الصداع طبعاً جول مجدي أفشى الركن حلوى قوي يعني كرة ممكن تقول عليها السهل الممتنع وكرة بارسيتاو برضو الهدف الأواني كرة فيها شغل وفيها تاكتك وفيها تحرك وفيها عدم تقايد بالمراكز هكلمكم عن مطش الداخلية لكن اللمسة الأخيرة لسه صداع في رأس مستر كولر زي ما يصدع في رأس الأهلوي ويمكن كولر قال ده الفوزع الداخلية خطوة مهمة جداً عشان تقدر تنافس على البطولة لكن احنا أضاعنا كتير من الهجمات أو من الفرص اللي كان ممكن لحقيقة يخلص الأهلي بها مطش بدري جداً وفي نفس الوقت يخلصها بسكور كبير بعد مطش المصري إن شاء الله نارده أكلمكم على المصري هتكلم على الشكل المنتظر مع علمها لأنه انت بالتأكيد مدير فني جديد يعني طريقة جديدة يعني لعيبة عايزة تثبت نفسها قدام المدير الفني وتنال ثقته وبالتالي توقع وجه شرس جداً وطول عمرهم مطشط المصري والأهلي مطشط صعبة ومطشط كبيرة فرقتين عندهم جماهير كبار بينهم تاريخ طويل جداً من حالة التنافس يعني بصرف النظر عن التتويج والألقاب لكن تظل مباراة الأهلي والمصري واحدة من مطشط السخنة مطشط الحلوة والمصري طول عمره الحقيقة قدم نجوم كبار جداً وكانت مطشط الأهلي في فورسعيد ومطشط المصري في القاهرانة مطشط من أكتر مطشط جماهيرية اللي بيستمتع بيها جماهير كرة في مصري مش بس جماهير الأهلي وجماهير النادي المصري بعد مطشط المصري إن شاء الله كولر قرر يكون فيه راحة للفريق لمدة 3 أسابيع بريك قبل ما نرجع نستعد إن شاء الله لموسم جديد ونخوض فترة إعداد جديدة ويخش فيها طبعاً صفقات الأهلي الجديدة عن الكلام